نروح لمنتخبنا الأول لكرة القدم وفوز على إثيوبيا 1-0 في الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة أم أفريقيا اللي هتقام إن شاء الله في الكوديفور في ساحل العاج في يناير القادم إن شاء الله طبعا إحنا تصدرنا المجموعة وكانت مباراة تحصيل حاصل يعني حتى غاب عنها بعض اللاعبين على رأسهم محمد صلاح نجمينة المصري اللي طبعا روي فيتوريا ريحوا في المباراة دي وحيكون محمد صلاح موجود إن شاء الله في المباراة القادمة أمام تونس المباراة الودية اللي هتتلاعب بيوم الثالثة المباراة زمانتوا شايفين دي دكة منتخب مصر وكان فيها بعض العناصر من الشباب أو منتخب الأولمبي اللي موجودين في قائمة البودلاء منتخب مصر لعب المباراة دي محمد صبحي محمد الشناو في حراسة المرمى محمد عبد المنعم وعلي جابر ومحمد هاني ومحمد حمدي في قائمة أو في خط الدفاع في نص الملعب ماروان عطية ومحمود حمادة وحمدي فتحي والسلاسي الأمامي كان مصطفى فتحي ومصطفى محمد وعمر مرموش اتفرقت على المباراة مباراة ما كانتش قوية قوي منتخب مصر بأدها بهدوء وقدر يتفوق على منتخب إثيوبيا 1-0 بهدف لمصطفى فتحي في ديئة 37 حصل بعض التغييرات في الشرط التاني طارق حمد نزل مكان عمر مرموش وابراهيم عادل نزل مكان مراوان عطية وزيزو نزل مكان مصطفى فتحي وفي الوقت الضايع عمل تغييرتين نزل أحمد فتوح وسام مرسي محترف المصري اللي بيلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة التانية منتخب مصر في التصفيات يعني طبعا ما شاء الله قدر ياخد المركز الأول وإن شاء الله التصفيات دي تكون بتجهز منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا القادمة بإذن الله منتخب مصر ما شاء الله 8 مطشات اللي لعبهم الفترة الأخيرة مع فيتوريا 8 فوز 8 فوز من 8 مطشات طبعا بداية رائعة جدا جدا لفيتوريا مع منتخب مصر سجلنا في عهد فيتوريا 20 هدف ودخل في مرمنة هدفين بس هدف أمام بلجيكا وهدف أمام غينيا وعندنا 6 مطشات كلين شيت بدون أي ما يخش في مرمنة أي أهداف من التمن مطشات روي فيتوريا لعب 8 مطشات مع منتخب مصر ما شاء الله قدر يفوز في 8 مطشات وده طبعا يعني بداية رائعة لفيتوريا زي ما انتم شايفين مع منتخب مصر الأول فيتوريا بعد المطش قال استحققنا الفوز أمام إثيوبيا رغم الغيابات ورغم أن دي بداية موسم واللعبة يعني معظمها ما بدأتش الدوري وقال كانت المبرارة النهاردة بداية للموسم بالنسبة لللاعبين وبيقول أن البعض لسه ما وصلش الأفضل أداء أنه طبعا لسه الموسم ما بدأش وقال كمان غياب بعض العناصر كانت سبب في عدم الظهور بشكل جيد وبيقول إحنا سددنا 18 كورة على مرمى إثيوبيا لكن التوفيق لم يحلفنا ضدهم تراجع منتخب مصر دفاعيا في الشروط التاني واللي إحنا ما سجلناش الهدف التاني ده إدى يعني ثقة للمنتخب الإثيوبي شوية رباعي المنتخب غادر خلاص المعسكر بعد المباراة عشان طبعا يعني يروحوا بقى مع النادي الأهل يستعدوا لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر ومحمد صلاح مفروض نضم النهاردة لمعسكر منتخب مصر عشان يلعب مباراة تونس القادم زي ما قلت لكم ماتش تونس يوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله شكرا